قلت ده واقع وانت مستمر فيه يعني انت الان نحن نفصل بين رأيك الشخصي ورأيك كرئيس وفد وده واضح بالنسبة لنا لكن نحن في هذا الاطار نريد ان نسأل سؤالا مباشرا عن مستقبل المبادرة نفسها في سبتمبر تخلف وفد الحركة وكان تخلف غريب جدا غريبا في كل الجولات الفاتت بي في اكتوبر قالوا انتوا تخلفتوا ما جيتوا الان بص خبر عن انه في جولة يوم 11 تم نفيها من يوم يومين سيادتك وفد التقيت بالمسؤولين الكنيين السيد رئيس الجمهورية في مؤتمر الصحفي في المؤتمر الوطني ادل بتصريح واضح جدا قال بنفتكر ان الجولة القادمة دي هي اخر جولة لينا مع حركة التمرون اذا ابدت جدية يبقى الناس يستمروا في هذه المبادرة واذا لم يشوفوا لهم حاجة تانية شنو الخطوة القادمة ما هي الخطوة القادمة في اطار هذه المبادرة سوى نسفا او تشييعا او دفعا للامار بالمناسبة الذي تخلف هو حركة التمرض من المفاوضات التي حد لها يوم 5 سبتمبر نحن وفدنا كان على وشك الصعود الى الطائرة عندما جاءت الاشارة بان وفد حركة التمرض لم يحضر لانهم مفلسون ليس لديهم تذاكر الطائرات طبعا نحن نعلم انهم يأتون من جنوب السودان وليس عدد ومعظمهم موجود في نايروبي اصلا ولكنهم يستنزفون سكرتارية الايجاد لانا سكرتارية الايجاد ممولة من قبل شركاء الايجاد فهم يستنزفون السكرتارية ويطلبون مقابلا في كل مرة يأتون فيها الى التفاوض بالدعاء ان هذا المقابل هو لتذاكر الطائرات ففوضينا بان لخلوة خزينة السكرتارية انا ذاك ان وفدة الحركة لم يأتي وقال انه لا يستطيع القدوم لانه لم توفر له طائرة ونحن نعلم انهم جلهم كان موجودا في نايروبي اصلا بهذا السبب الغريب ارجأت الجولة الاولى لم تحدد جولة بعد ذلك مطلقا يعني هذا الخلط هم الذي احدثوه قالوا ان حدثت جولة مرة اخرى في يوم 24 وهذا كان مقترحا فقط من الحكومة الكينية ونحن قلنا له نحن نفضل ان نأتي لنشرح لكم هذه المسائل التي شرحتها لك سابقا حول المبادرة وحول الايقاد وحول تصرفات ومسلكيات جونغرانك ولذلك لم يحدد موعد في 24 الحكومة لم تتخلف من جولة حتى الان الجولة المذكورة في يوم 11 هذه ليست صحيحة لانها كانت مبنية على تقدير سابق من السكرتير السابق للإيقادة الذي اقيل الآن من منصبه السفير انبويا وعين شخص جديد وبالتالي السكرتير الإيقادة هي التي لم تحدد حتى الآن موعدا فما ورد في الصحف ربما كان اشارة لمقترح سابق على كل حال لو انه كان حدد في 11 من نوفمبر لكنا ذهبنا الى الجولة القادمة هناك خلط حدث في الصحف نحن لم نتحدث عن جولة نهائية ولكننا تحدثنا في خطابنا الرسمي الذي كان باللغة الانجليزية طبعا عن ان الجولة القادمة ستكون مصيرية قلنا استخدم كلمة decisive هذا لا يعني انها ستكون اخر جولة ولكن سيعني انه لا بد من الوقوف بعد الجولة التالية اذا ما جاء جونغرانك بنفس الاجندة التي عبر عنها في خطابه في 16 من مايو انه يأتي ليس للتفاوض وليس للتسوية ولكن لاسقاط الحكومة ولازالتها سيكون من حقنا قطعا ان نقف ان ذاك وان نطالب بمراجعة شاملة لكل المبادرة طيب برضو يا دكتور غدر المبادرات في السودان مبادرات واقفة خلف الابواب حاجة غريبة جدا يعني امكن قبل احداث سبتمبر والناس يتحدثوا عن الايقاد فجأة ظهر حديث عن مبادرة امريكية وبالمناسبة كل ما تجي مبادرة تنفى انها مبادرة ظهر حديث عن مبادرة امريكية وظهر حديث عن مبعوث امريكي من اسمه اسم المبعوث الامريكي لتحقيق السلام في السودان وقبل ما دي ذات تستوي ظهرت حاجة جديدة كمان اسمها المبادرة النجيرية لخلنا جاء السؤال البعض نتكلم عن المبادرة الامريكية ايه حقيقة ما اشيء عن تحرك او مبادرة وايه قصة المبعوث بالسلام شامس سوداني عايز يعرف المبعوث شنو ودي تمضي فرصة للاجابة على سؤال الاخ عمر الامين السأل عن الدور الامريكي خلينا نجيها تاني عن الدور الامريكي في تحقيق ملف السلام والوفاق علما بانه انا حضرت لقاء في منزل السيدة احمد المهدي من ثلاثة اربع يوم مع نايب مساعد وزير الخارجي الامريكي واعضاء الوفد الامريكي وتحدث وكنت حرز جدا اسمعه قال كلام بسيط جدا رحب الحاضرين وانا قلت الكلام برضو في حلقة فاتة تفتكر مع البروفيسور ابن رحمد عمر وقال ان احنا دورنا اننا نحنا ندفع جهود السودانين عشان يحققوا السلام بانفسهم وليس من جهة خارجية فكلمنا شوية عن المبادرة الامريكية والمبعوث الامريكي ينبغي ان نوجه النظر هنا اولا الى السياسة الامريكية نفسها لان التعامل معها بالظواهر السطحية فقط لن يكون مفيدا لا بد ان تتعمق وان تدرس لماذا يتحرك الحكومة الامريكية الان الحكومة الامريكية ادركت بعد مضي عدد من السنوات من سياستها الافريقية ان سياستها تجاه السودان فاشلة باجماع المراقبين باجماع حلفائها في المنطقة تذكر توني ليك والبرايت وسوزن رايس والقدوم العظيم للرئيس الامريكي السابق الى منطقة افريقيا وانشاء دول المواجهة كما سموها الفرونت لاين ستيتس التي سميت دول المواجهة احيانا وسميت دول الطوق احيانا اخرى بمعنى انها تطوق السودان ونحن كنا نقول لهم لماذا تسمونها تطوق يعني تطوق من هذا موقف عدائي ابتداء لعلك تسكب كل هذه السياسة الامريكية هذه السياسة الامريكية فشلت فشلا ذريعا لم تستطع ان تؤلب احدا على السودان لم تستطع ان تعوق النمو الاقتصادي بالسودان نحن في خضم هذه السياسة الامريكية في سنايا هذه الحقبة استطعنا ان نستخرج البترول وان نستحيل دولة بترولية وان نحول الصورة الاقتصادية للسودان من صورة سالبة ومرتبكة للغاية الى صورة موجبة يعني السياسة الامريكية فشلت بكل المقاييس هذا جانب الجانب الاخر طبعا هناك الان اغراءات واضحة في السودان السودان اكبر بلد افريقي من حيث الامكانات المستقبل والاحتمالات يمكن ان يصبح قوة اقليمية مقدرة باقتصادها بسياستها وربما بثقافتها ايضا او حقيقة بثقافتها قطعا وربما بسياستها والسودان فيه فرص ان تتعلم ان حسب تقديرات الدراسات الامريكية نفسها تتحدث عن ان استهلاك النفط سيرتفع من سبعة وسبعين مليون برميل في اليوم حاليا في هذا العام الذي نحن فيه الى مية وعشرة مليون برميل في عام الفين وعشرة هذا يعني انه في غضون ثماني سنوات فقط نحتاج في العالم الى زيادة انتاج البترول بنسبة اربعين بالمئة او اكثر لنحافظ على اسعار البترول انت تعلم ماذا يعني اسعار البترول بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية اي ارتفاع في اسعار البترول يعني انكماشا اقتصاديا هم الان يعانون منه هذا يعني ان السودان لم يعد محض قضية سلام او جنوب كما كان ينظر اليها ولكنه اصبح ارض المعاد بالنسبة لكثيرين هم يعلمون ان الخصم الرئيسي للولايات المتحدة الامريكية في القرن القادم الصين هي التي تستثمر في البترول الان وهذا محذور استراتيجي جوهر بالنسبة له هذه حقائق ينبغي ان نعيها ولا ننظر الى سطح الاشياء عندما نتحدث عن الدور الامريكي هناك جانب اخر يتعلق بالسياسة الامريكية الداخلية لان من جراء ما نبحوا فينا يعني بالافتراءات والاكاذيب عن تجارة الرق في السودان وعن هضم حقوق المسيحيين وعن 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 اصبحت قضية السودان قضية محركة داخليا للمجتمع الامريكي هم صنعوها في البداية صنعتها الادارة السابقة من خلال سياسات مقصودة من السياسيين الذين اسميتهم لك سابقا اصبح هناك يعني اشعلوا حريقا صغيرا للتخويف ولكن انتشر ذلك الحريق فجأة واصبح خارج دائرة السيطرة هم يعلمون ان الموازنة الان بين مصالحهم التي لا شك قد تضرت من انهيار السياسة الامريكية والاخفاق الكامل لها في افريقيا التي وصفتها لك سابقا وبين يعني امكانية دخولهم الى السودان ولذلك هم في تقديري الشخصية هذا ليس موقف الرسمية طبعا لا تحدث بلسان الرسمي بالطرورة في تقديري انهم ارادوا ان يجدوا ذريعة للولوج مرة اخرى الى السياسة السودانية بصورة كريمة وينبغي بهذا الوصف ان نفهم كثيرا جدا من التصرفات التي صدرت منهم مؤخرا وهي تصرفات محسوبة هم يوافقون على ازالة العقوبات رفع العقوبات عن السودان في مجلس الام لان العالم كله تقريبا باستثناء امريكا واسرائيل اصبح مقتنعا بضروة رفع العقوبات عن السودان اصبح الموقف مكلفا جدا من نسبة الولايات المتحدة الامريكية ان تتبنى موقفا مغايرا لكل دول العالم التي رأت بنفسها كيف ان الدولتين التين اشتكت السودان في البداية وهما مصر واثيوبيا قد تقدمتها بخطاب واضح جدا لرئيس مجلس الام تقول ان السودان لم يعد متهما لدينا بشيء وينبغي رفع العقوبات عنه فكيف تدافع امريكا عن موقف يستبقى العقوبات عند اذن ولا تخاطر بعزلة تامة امام المجتمع الدولي هم يفعلون ذلك هناك ولكنهم يجددون عقوبات الثنائية لانهم يعلمون ان هذا يخاطب ايضا دائرة او كلية او قاعدة داخلية ما نسميه بالقاعدة الكونستيتيونس الداخلية في امريكا اليمين المسيحي الذي جاء بحكومة الجمهوريين عفوا للمقاطعة بس يا دكتور ما عاسف انه ما اريد لك افكارك لكن البعض بيقول انه هم امتنعوا عن التصويت في مجلس الام لان السودان جاراهم واداهم معلومات وسلموا الاسلاميين وسلموا الارهابيين انا عندي امتن خبر هنا بيقول الخرطوم تعد الان لتسليم مصري وموريتاني ويمني وعراقي الى واشنطن وبيفتكروا ما ما شيتون فدعموا مددوا العقوبات تقول على هذا شنو يعني للتفسيرات السهلة والموردة طبعا يعني الانسان الذي لا يشاء ان يعمل فكره وان يقرأ الوضع والخارطة السياسية بكل هذا التفصيل الذي ذكرته لك يلجأ الى التفسيرات السهلة ويجد متاحا طبعا في اجزة الاعلام وفي الانترنت يعني ليس كل ما يكتف في الانترنت صحيح انا يمكن الان ان اشيع عنك اشاعة وفرية كبيرة جدا واسجلها في الانترنت وابصها في كل انحاء العالم وهذه اصبحت وسيلة فعالة جدا لبس الاشاعات يعني ولكن ما الذي يجعلني اصدق هذا الكلام يعني يعني اتحدث الان عن تسليم مئة وسبعين شخصا ومرة مئتي شخص يعني هل لدينا مخزن نحن هنا نسلم منه الاشخاص بهذه السهولة اي شخص يختفي من محيطه المباشر في منزله في حيه سيشعر به الاخرون كيف يمكن ان تسنى ان تسلم مئة وسبعين شخصا او مئتي شخص ولا يعرف الناس من هم هؤلاء الاشخاص يعني حتى الان مثل هذه القصاصات التي عرضتها انت الان موجودة وتعيج بها الانترنت القصد منها واضح طبعا هو تشويه سمعات السودان واستغلال هذا الذي حدث مؤخرا لدمغه بهذه الصفة لكن هل حصل اي تعاون امني بين السودان والولايات المتحدة نلتم بها رضاء الولايات المتحدة يعني الان لغة الولايات المتحدة لم تعد هي نفس اللغة السابقة فهل حصلت يعني ارجو ان توضح هذه النقطة لا انا اقول لك انها لم تعد اللغة السابقة لان اللغة السابقة لم تعد مجدية مش اشان الناس قدموا تنازل قطعا قطعا هذه كل هذا رائع يعني الدخول في ملف السلام قضية التعاون الأمني هي مداخل لدولة ترى أنها دولة يعني عظيمة الشأن وأنها لا يمكن أن تطأطئ رأسها وأن تأتي معتزرة للسدان أنت تعلم أنهم يتعاملون بمعاير القوة يعني هم الآن يدركون تماما أن قصف مصنع الشفاء كان خطأا ولكنهم لا يعتذرون ولكنهم يعتذرون للصين الآن الصين ليست للسدان لماذا يعتذرون للصين في ضرب السفارة الصينية في غسلافيا لأن هذه دولة حقيقة بمعايير القوة المادية مكافئة للولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا لا تحتمل أن لا تعتذر لها ولذلك يتخذون هذه الزراع ما سمعت أنت عنه وما قيل عن تعاون أمني لم يعد أن يكون إقناع للولايات المتحدة الأمريكية التي كانت في وقت من الأوقات كما نشر في صحفها بعد مصنع الشفاء مباشرة أحرقت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مئة تقرير مزورة عن السودان هذا شيء معلم كانت تعتمد على تلك التقارير المزورة عن السودان التي تتحدث عن الضباط الذين قتلوا في الفاشر وألقي بهم في نهر النيل في الفاشر والمعسكرات الموجودة في كذا وكذا من مدن غير موجودة لم نسمع بها يعني أنا أذكر كنت أطلع على الوسائق الأمريكية وكنت أذهش من هذه القوة العظمة كيف يمكن أن تأتي بهذه الخطرفات يعني طبعا كان واضح أن هناك بعض السودانين الذين أو آخرين يبلغون هذه المعلومات الخاطئة التعاون هذا لم يعد أن يصحح لهم هذه المعلومات وأن يقول لهم هذا ليس صحيحا وهذا الاسم ليس موجودا في السودان أصلا وهذه المدينة ليست موجودة على السودان وهذا المعسكر الذين تحدثون عنه إرهاب تفضلوا واذهبوا إن كنتم تقدرون أن المرخيات بها إرهابين لأنهم كانوا يذكرون ذلك دائما في وسائقهم تفضلوا فلنظر إلى المرخيات هذا هو الموضوع الذي اتخذ حقيقة زريعة لتصبيع العلاقات دكتور عند الحقيقة أخ معانا متصل من إيرلاقيا تفضلوا